المتابعة من العاصمة كييف مع زميل غيث مناف مراسل القاهرة الإخبارية غيث مرحبا بك الأمين العام للأمم المتحدة استهجنا هذه الهجمات الروسية التي أدت لمقتل عدد من المدنيين لكن هل تعتقد الآن ويعتقد في كييف أنها ستصل إلى تأييد في مجلس الأمن بعيدا عن مؤيدي روسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ بعد التحية أحمد حتى هذه اللحظة تشير التقارير وما يرد من قبل أساس الغربيين وهم الحلفاء الأكثر لأجانب الأوكراني غضبا كبيرا لما جاء من قبل الاتحاد الروسي حيث تعتبر هذه الضربة والتي يتذكرها المرء الأوكراني بشكل واضح كما حدث في عام 2022 إذن هي كانت ضربات جوية روسية عالية الدقة بالإضافة إلى ذلك كانت تستهدف بالتحديد البناء التحتية المدنية هكذا ما وصفتها وزيرة أو رئيسة الوزراء الإستوني بالإضافة إلى رئيس الوزراء البولندي ومعظم أساس الغربيين الرئيس الأوكراني أيضا تحدث وأشار بأن ما فعله أوربن الآن بدأ يظهر في العاصمة الأوكرانية كيف هذا الشيء الذي يعني بأن السيد أوربن لم يتخذ القرارات المناسبة عند زيارته لأجانب الروسي تتحدث عن رئيس الوزراء المقاري وشجع الجانب الروسي على التمثل بالفعل هكذا ما جاء من قبل الرئيس الأوكراني حيث أعلن الرئيس الأوكراني بأن زيارة السيد أوربن أو فيكتور أوربن إلى الأراضي الروسية وشجع الاتحاد الروسي على شن هجمات صاروقية واسعة النطاق أيضا كان هنا في العاصمة الأوكرانية كيف وبالتحديد بالقرب من مستشفى السرطان أو مستشفى الطفل للسرطان مجموعة من الهيئة الدبلوماسية من السفراء وأيضا الإدارات البأثات الدولية حيث زاروا هذا المشفى واطلعوا على حجم الدمار الذي نتج من خلال استهداف بصاروخ خام 101 بالفعل أيضا أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة كيف وأيضا جهاز الأمن الخاص الأوكراني صورا وعرضت صورا وفيديوهات للحظة الاستهداف بهذا الصاروخ الذي ادعى الجانب الروسي بأنه نتيجة سقوط أحد منظوماتي أو صواريخي لمنظوماتي باتريوليت على هذا المشفى بالفعل الجانب الأوكراني يوضحها الآن ويجمع الفيديوهات التي تم نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي وأيضا على صفحاتهم الرسمية لكاميرات المراقبة وأيضا لمجموعة من المواطنين الذين وثقوا لحظات هذا الاستهداف عموما يعني غيث في هذه النقطة ربما أيضا موسكو اتهمت كيف بأنها استهدفت شاطئا في شبه جزيرة القرم مكتظ بالسياح وقصفاتهم يعني إذن الاتهامات بقصف مدنيين متبادلة بين كيف وموسكو لكن على الأرض الآن غيث يعني روسيا تستطيع الآن قصف منظومات صواريخ غربية في قلب أوكرانيا وفي هذا إضعاف للقوة العسكرية الأوكرانية في هذا الشأن كيف يمكن أن تزيد أوكرانيا دعم الغرب لها تسلحيا بالعتاد النوعي الذي تطالب به أوكرانيا منذ بدايات هذه الأزمة أحمد هذا الشيء الذي ورد من قبل صحيفة بلد الألمانية حيث ذكرت بأن هذا الهجوم الواسع النطاق 38 صاروخا يستهدف الأراضي الأوكرانية أثبتت بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية متهالكة أو ليس لديها الصواريخ الكافية لتصدي لكل هذه الهجمات ألمانيا من دورها أيضا أعلنت بأنها سوف تزيد من عمليات الدعم الدفاعي للجانب الأوكراني حيث سوف تقوم بإرسال مجموعة من الدعم الجوي وصواريخ باتريوليت بالإضافة إلى صواريخ لدبابات ليوبارت 2 ومجموعة من الأسلحة الأخرى أستونيا أيضا قالت بأنها سوف تزيد من عمليات الدعم بولندا سوف تقوم أيضا بالدفاع عن المناطق الغربية من الأراضي الأوكرانية في حال بصول الصواريخ الروسية صوب المناطق الغربية والمحاذية من الحدود البولندية وهذا الشيء الذي أعلنه الرئيس الأوكراني خلال زيارته إلى بولندا بالإضافة إلى ذلك الدول كثيرة سوف تقوم بتزويد أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة وأيضا حزمة من المساعدات المالية وأهمها سوف يكون هناك زيارة للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث سوف يلتقي برئيس مجلسي النوابي أو رئيس الكونغرس الأمريكي حسب ما جاء من قبل الإعلام المحلي الأوكراني هنا هذا الذي قال بأن الرئيس الأوكراني ينتظره زيارة مهمة لأحدى أساس الكبار في الولايات المتحدة الأمريكية وسوف تحدد الولايات الأمريكية مجموعة أو حزمة جديدة من المساعدات سوف تطلقها إلى الجانب الأوكراني كل هذا الدعم يأتيه أيضا تزايد في الوتيرة العسكرية هذا اليوم تشهد في الأراضي الأوكرانية الكثير من التصعيدات من خلال هجمات صاروخية متفرقة الجانب الأوكراني اليوم يعول على مجلس الأمن الذي سوف يعقد جلسته غدا والذي سوف يتباحث أيضا عن هذا الاستهداف الذي اعتبر بأنه استهداف إرهابي لم يطال فقط الجانب الأوكراني بل أطال المدنيين بشكل سواه بالإضافة إلى ذلك لم يتم استهداف أي منظومة عسكرية أو دفاع جوي في المناطق التي شنت فيها القوات الروسية وهذا الشيء الذي جاء على لسان وزير الدفاع ووزير الداخلية وأيضا الإدارات العسكرية لكل المناطق التي كانت تواجه هذا الاستهداف إذن العين اليوم متجه صوب العاصمة الأوكرانية كيف وصوب منطقة دنيبرا بيتروسك التي أيضا عانت نفسي المعاناة 170 مصابا 37 قتيلا حتى هذه الساعة وما زالت فرق الإنقاط تقوم بعمليات الإجلاء على المفقودين لأن هناك كثير من المفقودين ومن أهمهم هم أطفال في مستشفى الأمراض السرطانية نعم غيث المناطق من العاصمة الأوكرانية كيف شكرا جزيلا لك